السلام عليكم ورحمة الله مرحبا متابعي قناة الارباح في طريقة جديدة او كورس مجاني مع سكريبت مجاني للربح من الانترنت استمكن من الربح من بلوغر بطريقة بسيطة اوتوماتيكيا بدون كتابة المحتوى سأريك بعض التفاصيل سأقدم لك سكريبت يعمل اوتوماتيكيا لن تحتاج لكتابة اي شيء وكما نعلم ان اتسنس من الشركات التي لديها ثلاث انواع من الادوات او من الاشياء التي تقدم عليها ارباح مثل انشاء مدونة بلوغر تقوم بكتابة مقالات او تولز هذا ما سنقوم بعمله تقدم تولز يعمل بها الكثير من الاشخاص وانت تحصل على الارباح تقدم الى جوجل اتسنس وتحصل على الارباح ايضا توجد شركة بديلة لاتسنس انصحكم بها في اخر الفيديو سنشرحها قليلا تستطيع وضع اعلاناتك فيها الى ان يتم قبول المدونة الخاص بك قبل بداية الشهر ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس يصلكم كل جديد هنا بالمناسبة فجوجل اتسنس ارباحه جيدة وخاصة اذا استهدفت الاجانب لذا قم بعمل اعمل في الانترنت بكل طرق وايضا لا تبتعد عن جوجل اتسنس قم بانشاء هذه المدونة في ساعة او ساعتين واعمل عليها وان شاء الله ستعمل بدون كتابة اي مقالة تتعب عليها لساعة وتركها وان شاء الله ستحق لك اربع هنا سنقوم بتقديم لكم بعض الاشياء هنا المدونة التي سنقوم بانشائها لن نحتاج الى مقالات فهي في نيتش انشاء هنا مثلا كما تشاهدون انشاء صفحات التي يحتاجها اي مدون وهي مثل صفحة الخصوصية و term generator و disclame generator markers و about page كل هذه الصفحات اخواني اي شخص يريد عمل مدونة فعليه ان يقوم ب انشاء صفحة الخصوصية انشاء صفحة اتصل بنا وانشاء صفحة terms يعني الاتفاقية و about me فهذه الصفحات تسهل الخبول في اي موقع في الانترنت يجب ان يتوفر هذه الصفحات مثل هذا الموقع اخواني generator اوتوماتيكي يقوم ب وضع الصفحات تقوم بتقديم هنا ما نضغط على ok هنا generator يضع الوابسايت url يعني رابط المدونة الخاص بها والموقع الخاص به النايم الخاص به والادرس ايمير يضغط على generator واستمكن من الحصول على صفحة اوتوماتيكي يقوم بنسخها وبالتالي انتهى ايضا هنا الصفحة تقدم لك بلغة HTML يقوم بلسقها في البروجر هنا اعلان كما تشاهدون تستطيع اعلان AdSense فهذا النوع من tools مدعم ومقبول من AdSense سنقوم بالتعديل على هذه المدونة كيف يضغط هنا كيف يضغط هنا وبالاضافة الى اضافة مقالات لكي نقوي المدونة الخاصة بنا ما معنى اضافة مقالات ليس اي مقالات نضيف مقالات خاصة عن Previce Markers او صفحة الخصوصية او صفحة term او صفحة about me ونستطيع اضافة صفحة اتصل بنا هنا في مقالات مثلا هنا في المقالات جيد نقوم باضافتها لكي تكون ككلمات مفتاحية انا اعلم ان الجميع لم يفهم اي شيء لماذا لانني لم ابدأ في الشرح طبق هذا الشرح حرفيا وابدأ في الحصول على الباح تصل الى 1000 دولار يوميا هذا هي طريقك للربح اكثر من 1000 دولار انا لا اقول انك ستربح في يومك الاول لكن هذا مشروع خاص بك قم بفتح المدونة واتركها وستأتيك بالاربح لكن ليست اي مدونة ستظهر في نتائج البحث يجب عليك رابطها بجوجل كونسول سأريك كيف ذلك انشاء روبو تاكس للموقع الخاص بك وخريطة الزحف سايت ماب اضافة كلمات مفتاحية وانشاء صفحات للقبول صفحات القبول سننشئها بالموقع الخاص بنا جيد هنا اخواني تابع معي جيدا تابع معي جيدا لكي تفهم الطريقة التي سنعمل عليها سأقدم لك اكوات سأقدم لك كل السناء التي ستحظى بالقبول في ادسنس في اي موقع نحن ان شاء الله سنقوم بانشاء هناك ما تشاهدون هذه القناة الخاصة بنا سنشئ لكم بلايليست خاصة بالربح من بلوغر والسكريبتات التولز اخوان الربح من بلوغر والسكريبتات ستجدها هنا في القائمة تستطيع الضغط على بلايليست والضغط على All Created Playlist تضغط هنا وستجد هنا سأضيف لكم List يعني قائمة خاصة بربح من سكريبتات البلوغر مجانيا جيد وسيتم القبول مباشرة من ادسنس اذا لم يتم قبولك في ادسنس تستطيع العمل في ايزويك سيتم قبولك مئة بالمئة وايضا مثل هذه الصفحات ستظهر في نتائج البحث لانها التولز والتولز اخواني سيأتي يوم ويشتغل الموقع الخاص بك ولو بضومين بلوغ سبوت يعني الخاص ب بلوغر فهو مقبول ووجدت اسئلة كثيرة عن ضومين بلوغ سبوت هل هو مقبول نعم مقبول اذا كان المحتوى جيد فالبلوغر مدعمة من جوجل وايضا اذا كانت زيارة تأتيك ولا يجد اي اخطاء في موقعك لماذا لا تقبل في جوجل المهم الزيارات والمهم ان تكون لديك صفحات وايضا خريطة زحف لموقعك هنا المبتدئ الذي لا يفهم اي شيء تابع معي فقط اعتقد ان المقدمة صعبة نوعا ما لكن تابع معي جيدا وان شاء الله في الدروس القادمة عني بلوغر سأشرح لكم انشاء موقع يحمل لليوتيوب بلوغر كل سكريبتات اكثر من 30 درس او 30 سكريبت سأشرحها لكم وقدمها لكم مجانا وتحملونها نأود الى انشاء مدونة طريقة انشاء مدونة لا تقلق توجه الى محرك البحث جوجل وقم بكتابة هنا اخواني قم بكتابة مثلا بلوغر هكذا بلوغر بالعربية او بالانجليزية تضغط هنا يكفي الضغط على هذا الرابط بلوغر كوم كريايت ستجد هذه الواجهة اضغط هنا على كريايت بلوغ يور بلوغ هنا سيتوجه مباشرة في الايميل الخاص بك هنا من الاحسن ان تشيل بالايميل الاصلي الخاص بك الذي تعمل عليه لماذا لكي يتم ربطه في جوجل كونسول وايضا جوجل اناليستيك سأريكا كل شيء جيد هنا ماذا سنفعله اخواني بعد اوضع الايميل افتح مدونة ستجد المدونة الخاصة بك هكذا هنا سنقوم بحذف كل هذه الصفحات هنا سأحذفها لكي لا تختلط عليك الامور هنا سنقوم بحذف كل هذه الصفحات انت ستجد في بداية الامر اخواني المدونة الخاصة بك لا يشفيها اي شيء هكذا ستجد هنا لا شيء اضغط على هذا الخيار وانشئ مدونة ستجدها لا توجد هذه المدونات هنا استطيع انشاء الاف المدونات لذا نستطيع انشاء 30 مدونة سكريبتات المتوجدة ان شاء الله في القناة ان شاء الله ستصل 30 سكريبت تعمل بجانة تستطيع ان تنجحها في احدى السكريبتات هنا تضغط على نيو بلوغ هنا نيو بلوغ المدونة او التول التي سننشئها اليوم هي عبارة عن توليد صفحات التي يحتاجها اي شخص هنا تستطيع مثلا هنا سنقوم بكتابة جينيريتر كوبي نعود هنا نقوم بكتابة مثلا جينيريتر هكذا page ctrl v واضغط على next هذا عنوان المدونة الذي سيظهر وهنا العنوان الخاص بك رابط المدونة نستطيع العودة من هنا وننسخ هذا الرابط كوبي ونتستطيع كتابة مثلا جينيريتر page هنا اضيف s جيد جيد هكذا اقوم بنسخ هذا او يكفي اقوم بوضع جينيريتر page هكذا وتقوم بوضع هذه العلامة كما تشاهدون تم اخذ هذا العنوان لماذا اخوان ان الاشخاص كثور يعملون بهذه الطريقة وفهي مربحة جينيريتر page مثلا نضيف شيء حرف 3 مثلا ستجد انه ايضا ليس متاح اقوم باضافة علامة الناقص وهنا اضيف generator page free مثلا هنا سأضيف pro هكذا قمت بالبحث على الرابط الى ان اتيح هنا this blog address is available جيد page 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 generator اضفت ورقمين 88 شيء ما ما نفعله اول شيء اخواني ساترك لكم هذا الملف فيه blog page سنقوم بتكبيره وضغط على افشي جيد اظن انه واضح اول شيء يوجد blogger tools code template file blog page و tools file تابع جيدا كيف ستركب هذه الاقواض اول شيء تتوجه الى template او themes تم تضغط على هذا الخيار او هذا السهم هنا ثم اضغط على restore ثم اضغط على upload واحمل اول code وهو هذا code جيد هنا template file blog page point xml جيد ليس tools ولكن template اضغط عليه واضغط على ابرير شاهد هنا في الاسفل restoring times restoring times جيد ننطر قليلا فهو الان جيد تم اعادة التام نعود الى الموقع الخاص بنا نضغط فقط على actualize كما تشاهدون الموقع الخاص بنا اصبح يوجد فيه قالب خاص ب generator تام جيد لكن لن يعمل لك عند الضغط هنا لن يعمل اي شيء عند يعمل لماذا اخواني ويوجد فيه اخطاع ما ستفعله ببساطة سنقوم بالعودة هنا themes اول شيء سنقوم بتحميل الفايلز الفايلز اين سنجدها تضغط على seating هنا وتنزل الى الاسفل هكذا الى الاسفل ستجد هنا monage blog import content تضغط هنا وتعلم هنا وتضغط على import هنا ستحمل tools file تضغط هنا وتضغط على over اذا حدث معك خطأ فقط اقوم باعادة تحديث actualize لمدونة وستظهر لك هذه الرسالة importing تعود لكي تتأكد ان كل شيء يجي تضغط على post لن تجد اي شيء ثم تضغط على actualize ستجد ان البوستات ظهرت about page generator و disclaimer online tools والterm condition markers online كل هذه الصفحات اصبحت متاحة لك لكن تبقى خطوة مهمة لكي يعمل الموقع الخاص بنا هنا لكي يعمل الموقع الخاص بنا ما نفعله اخواني يوجد ايضا ملف خاص ب blog page tools عند فتحه ستجد انه يوجد فيه صفحات هذه الصفحات اخواني about يعني السكريبتات هنا هذه السكريبتات الخاصة بالصفحات اين سنقوم بوضعها اول شيء اخواني اول شيء ستقوم به ستقوم بالتعديل على الصفحة تضغط على about generator اول صفحة هنا ستجد هذا الكود تستطيع الضغط على composite هنا لا يوجد اي شيء فهو عبارة عن script لا يوجد اي شيء لكن عند ما تفعله تضغط على select all وحذف جيد نعود الى الفايل الخاص بنا هنا الفايل لكي لا تتعقد عليك الامور هنا هذين الملفين انتهينا من العمل بهم لذا نتوجه الى block page tools اضغط عليها وهنا فتحنا صفحة about page generator نبحث على about page script اضغط على over جيد هذه الاكواد اضغط على all select اضغط على copy اعود الى blogger الخاص بي واتأكد ان الخيار html واحذف كل شيء واضغط على paste اضغط على publish اول خطوة انتهينا منها نتوجه الى الصفحة الثانية disclaim markers online tools هنا اقوم بحث اضغط على select all وحث كل شيء اتوجه الى الفايل اضغط على هذا script over here ثم اضغط على select all copy جيد اعود الى المدونة اقوم بلسقه هنا هذه الخطوات مهمة جدا اضغط على publish انتهينا من الصفحة الثانية الان term on condition and condition markers online جيد اقوم بالضغط على select all وحث ها اتوجه الى الملف مرة اخرى هذا هو term اضغط على over select all copy اعود الى المدونة اضغط على ctrl v واضغط على update جيد تبقى صفحة واحدة وهي الصفحة المهمة هي previce police marker select all واقوم بالتوجه الى الملف ابحث على previce script over read جيد all select copy اعود الى المدونة خاصة بي ctrl v واضغط على update الان انتهينا من نصف العمل هذا هو العمل الصعب عمل في هذا الدرس هنا قمنا باكمالها في 15 دقيقة انا فقط اشرح ان تستطيع عملها في 5 دقائق لذا ما سنفعله اخواني انتهينا من الموقع نعود الى هنا اضغط على actualize ونشاهد اخواني عند الضغط على generator هنا مثلا سنقوم باخذ نقوم بانشاء صفحة خاصة للموقع الخاص بنا هذا هو رابط الموقع الخاص بنا جيد اقوم بنسخ copy ابحث على privacy policy macro generator اضغط هنا في generator now وهنا اسم المدونة شاهد هنا url اول شيء الزائر سيضغط يضع الرابط هنا هذا هو الرابط وهنا النام مثلا النام هو page generator g جيد وهنا address email اي شيء لكي يتواصل معكم سأقوم بوضع هذا الادرس هذا الزائر هنا سيقوم بعمل سيقوم بوضع المعلومات لكي يضغط على generator link يتحصل على هذا الكود يضغط على select all ويقوم بنسخ سيتوجه الى انشاء اين نشئ الصفحات الصفحات هنا وهنا يضغط على new page وهنا سيقوم بكتابة مثلا previsto generator يتأكد انها hdml ويقوم بالضغط على paste شاهد عند الضغط على composite view اصبحت لدينا صفحة احترافية خاصة بprevisto policy مقبولة في adsense اي شخص يفتع موقع يحتاج وشاهد الاميل الخاص بنا سيضع هنا or contact me اضغط على publish و confirm ستظهر الصفحات الخاصة بنا في اسفل الموقع هنا عند الضغط هنا سنقوم بالتعديل على الموقع واضافة بعض المعلومات هنا ستجد ان الصفحة سنضيف لها الرابط فيما بعد ستعمل ستعمل بطريقة جيدة هنا سنضيف الرابط الصفحة في الاسفل سأريكم كل شيء فيما بعد سنقوم بالتعديل انشأ الصفحة نتوجه الى قطوات مهمة ربط المدونة لكي تتأرشف المدونة الخاص بك قبل التعديل على المدونة اخواني هنا في layout ونقوم بالتعديل عليها في الاعلى هنا قبل التعديل عليها سأريكم كل شيء اخواني هنا view blog سنؤدل على كل هذه المعلومات ونضيف اعلانات ونريكم كل شيء قبل ذلك سنقوم بربط المدونة الخاص بنا بجوجل console تابع جيدا اخواني بطريقة تقوم بنسخ هذا الاسم سأترك لك كل المعلومات copy اتوجه الى محرك البحث جوجل اقوم بالضغط على سيظهر لك هذا الخيار search google console اضغط عليه وهنا ستضغط على star now وتقوم بادخال اليميل الذي مربوط بالمدونة سيظهر لك هكذا بعد انتهاء من كل شيء لاضافة موقع لgoogle console يجب ان يكون اليميل لك لا تجد مشاكل نفس اليميل هنا مع نفس المدونة نريد اضافة موقع اخر تضغط على هذا الخيار وتضغط على add property هنا domain ونحن سنقوم بوضع هنا سنقوم باخذ رابط المدونة الخاص بنا copy نعود الى google console url prefix اضغط على paste اضغط على confirm بما انه مربوط مباشرة ستظهر لك هذه الرسالة فانت في طريق صحيح اضغط على go تم ربط المدونة جيد ثاني خطوة اخواني وهي انشاء ملف روبو تاكس لكي نقوم بوضع خريطة set map فهذا عنصر مهم لكي يسحف محرك البحث الى المدونة خاص بك ويقوم باظهار ها في البحث عندما يقوم اي شخص بكتاب مثلا في محرك البحث page generator سيظهر الموقع الخاص بك وبالتالي ستربح جيد اضغط على copy هنا سأترك لكم هذا الكود اخواني اول كود هكذا ما تفعله انت تقوم بتغيير هنا رابط الموقع الخاص بك هنا في علامة زاعد انا سأترك لك زاعد ودع كل شي كما هو ما سنفعله سنقوم باخذ رابط المدونة الخاص بنا هكذا paste هنا اين هو رابط المدونة الخاص بنا جيد هذا هو copy هنا سنقوم بوضع رابط المدونة paste جيد اصبح كل شي جيد لكن تأكد ان تحذف هذه تبقى واحدة هنا سنقوم بنسخ هذا الكود هكذا جيد كل هذا الكود نقوم بنسخ ما سنفعله اخواني سنتوجه الى المدونة ونتوجه الى مرة اخرى فهذه اهم شي يجب ان تفهم كل الامر اخوان هنا سننزل الى الاسفل سنجد ملف روبو تاكس هنا اين هو تبحث فقط فقط تغير كل شي هنا ان تم قبولك في ادسونس ستضع هذا في دروس قادمة سنبحث على روبو تاكس روبو تاكس اين هي ايميل روبو تاكس هنا سنجد ها في سيتينج باست كومنت ايميل فورماتينج زون انابل سارج ديسكريبشن هنا في كراورز اند اندكس اندكس يعني الارشف اخواني تضغط على انابل روبو تاكس ثم تختار كاستوم روبو تاكس فهي سهلة تقوم بلسق الكود وتضغط على السيف اصبحت المهدونة خاصة بك فيها ملفات روبو تاكس هنا تضغط على هذا الخيار ايضا وتابع معي جيدا هاوم باش تاكس تضغط على اول ثم نود بي جيد سيف ثم نضغط على ارشيف اند سيرش باش تاكس تضغط على اول البحث اول ايضا هنا تضغط على نود سيف جيد ثم اخر خيار تضغط على اول و سيف وهنا الموقع المدونة تقول لك يجبو عليك ان توجه الى سيرش كونسول نحن اتممنا الخطوة قبل قليل وهو ربط المدونة بسيرش كونسول سيجدها مربوطة مباشرة لانها مقبولة جيد انتهينا من الجزء الثاني نتوجه الى الجزء الاهم وهو خريطة سيت ماب لكي يزحف المحرك البحث الى الموقع الخاص بك كيف سنقوم بفعلها ساترك لكم ايضا هذا الكود فهو صالح لكل شيء ما ستفعله اخواني انت ستقوم بالتوجه الى جوجل سارج كونسول وتتوجه الى سيت ماب هذه القائمة الجانبية سايت ماب تضغط عليها شاهد ماذا سنفعله اول شيء باج جونيريتر بلوك سبوت ما ستفعله ستقوم بالتوجه الى هذا الكود الذي ساتركه لك وعلى حد تقوم بنسخ اول كود وتوجه الى سارج كونسول اضغط على بيست واضغط على سيب ميت ستظهر لك انها مقبولة هنا جي هنا اذا ظهرت بالاخضر فانت في الطريق الصحيح نفس الطريقة نعود الى العنوان الثاني الفيد اقوم بنسخه وتوجه الى هنا واقوم بوضعه باست سيب ميت ننتظر هذه المعلومات اخواني لن يقدمها لك اي شخص هنا يوجد خطأ سنقوم بحذفها لا اعلم اين هو الخطأ هنا سنعيد الكرة اذا ظهرت لك هذا الخطأ فيجب عليك اعادة كل شي هنا الفيد هنا سأقوم بنسخ الاطم جيد هذا الرابط ونقوم بالتوجه الى كونسول اقوم بوضعه قاست جيد فهو جيد الان الاطم اكس هنا يجب ان نتأكد ان ننسخ فقط لا ننسخ المسافة باست واضغط على سيب ميت جيد بقي جسئين سيتماب اكس ام ال كوبي اعود هنا باست سيب ميت اربع هنا يوجد خطأ سايت ساقوم بحذفها يوجد خطأ اذا سنقوم بتصحيح الخطأ هنا ساقوم بهكذا النسخ هكذا كوبي اعود اقوم بوضعه باست سيم ميت يوجد خطأ هنا اخواني بالنسبة لهذه البوست والسيت سايت ماب فهنا اخواني بما انه موقع لذا لن يظهر البوست لذا سنقوم بعملها فيما بعد اذا كانت مدونة عادية للمقالات يجبو عليك اضافة هذين الخيارين و سيت اكس ام جيد لانه موقع سكريبت هنا نعود الى الموقع الخاص بنا اكملنا كل الاشياء الجيدة لظهور الموقع سنضيف مقالات ونضيف في القائمة الرئيسية قسم خاص بالمقالات لاضافة الكلمات المفتاحية وهنا الصفحات القبول لأدسنس جيد صفحات مثل بريفايسي جينيريتر أوبوت مي ايضا الصفحات التي يقوم بعملها الموقع الخاص بنا جيد هنا نعود الى الموقع سنعدل على هذه القائمة كما تشاهدون هذه القائمة بريفايسي عند الضغط هنا سيتحول مباشرة الى القائمة الخاص بنا جيد كيف ذلك اخواني ببساطة تابعني جيدا لكي لا تغطي اول شي نتوجه الى البلوغ الخاص بنا ونضغط على الشغل الخاص باللي اول شي هنا سنقوم من سنقوم بالتعديل خطوة بخطوة بريفايسي ماكرز بريفايسي ماكرز جيد سنقوم بالضغط على بوست ونقوم بفتح صفحة نبحث على الصفحة الاولى في الموقع هذه الصفحة الاولى بريفايسي ماكرز اقوم بفتح الضغط هنا تابع جيدا هذه الخطوة مهمة اضغط هنا نقوم ساقوم بالعمل هنا اضيف هكذا جيد اقوم بنسخ هذا الرابط copy هذا الرابط الخاص بصفحة بريفايسي بوليسي شاهد هنا بريفايسي بوليسي ماكر اقوم بنسخ ه ببساطة فتحته من البوستات وضغط على هذا الخيار هذه العلامة تم فتحه هنا نسخ الرابط اعود الى layout واضغط على من من هنا وابحث على بريفايسي بوليسي بريفايسي بوليسي هنا about وهنا الكود ديسكلا وهنا بريفايسي ماكر جيد سنقوم بالتعديل هنا هكذا اين سنضع الرابط سنقوم بحذف هذا الرابط ونقوم بوضع رابط مدونتنا والضغط هنا على save بعدها نضغط على save نفس طريقة لكل صفحات سنعود سنفتح بوست هنا لكي نحتاج ها نعود للصفحة الثانية سنضغط على term of condition اضغط على هذا الخيار open جيد اقوم بنسخ الرابط copy رابط term of condition اقوم بنسخ اعود الى blogger وفي قسم layout ايضا وايضا في قسم mini من mini اضغط هنا وابحث على صفحة term of condition هنا term of condition home term of condition هنا هذه الصفحة اضغط على القلم ثم احذف هذا الرابط اقوم بوضع paste اضغط على save اعود الى صفحة المقالات او post اضغط على قمنا باكمال تبقى اضغط على الى اضغط الرابط من هنا اعود الى layout وبالضبط ابحث على disclaimer هنا هذه markers اقوم بحث الرابط واضغط على paste واضغط على save تبقى صفحة واحدة هنا اخواني ساقوم بخروج من هنا تبقى صفحة واحدة وهي about paste generator اضغط على هذا السهم اضغط على copy لرابط ثم اعود هنا وابحث على about markers اضغط هنا وهنا paste جيد احضر الرابط واضغط على paste واضغط على save تم ذلك اريد مثلا هنا في الموقع سنعود نضغط على الموقع اضافة هنا مقالات هنا الصفحات وهنا نريد تغيير لاتس الى مقالات نقوم بكتاب blog نبحث في layout ايضا هنا هنا نريد كتاب blog نقوم بوضع blog مثلا كتابة التعديل عفوا القلم واضغط هنا على blog جيد blog يعني نستطيع اضافة الرابط الخاص بكل المقالات التي نضيف ها هنا واضغط على save ثم save اخر الامر اصبح الموقع الخاص بنا جاهد عند الضغط على شاهد الرابط عند الضغط على privacy marker سيظهر privacy marker ورابط المدون الخاص بك يستطيع اي شخص كتابة اي شيء يقوم بانشاء صفحة خاصة به يضغط على generator يختار وينشئ الصفحة نحن ثاني خطوة هي انشاء صفحات خاص بنا سنقوم بانشاء صفحات الموقع من هذه سكريفت فقط خاص بنا ونقوم بفتح صفحات جديدة اضغط على page هنا f1 page نضغط على انشاء صفحة خاصة بنا نقوم بعرضها هنا هذه صفحة خاصة بنا صفحة privacy policy خاصة بالموقع اقوم بنسخ رابطها ولكي تظهر في اسفل المقال او اسفل الموقع هنا سنشاهد هنا اسفل الموقع اين هي الpage هنا شاهد كل شيء في layout تتوجه الى layout وتقوم بالتوجه الى الاسفل ستجد الفوتر link تضغط هنا هنا ستجد الصفحات خاص بك هنا privacy policy تضغط هنا وتقوم بحذف هذا الرابط والضغط على paste نضغط على save تم انشاء الامر مثلا تريد انشاء صفحة اخرى هنا سنعود نقوم بانشاء صفحة خاصة بterm of condition هنا term of condition جيد نريد انشاء صفحة على term of condition نتوجه الى الموقع الخاص بنا سنعمل بالموقع نبحث على term of condition وهنا web name مثلا سنقوم بكتبة page generator generator وهنا url سنقوم بلصق رابط المدول الخاص بنا سنقوم بأخذ هذا الرابط copy هكذا اقوم بالضغط على paste وهنا email سنقوم بكتبة john bis هذا email فقط للشارع اخواني gmail.com جيد اضغط على term of condition هكذا تم انشاء الصفحة كل شيء جيد شاهد هذه الصفحة اضغط على click to copy هنا click to copy اضغط هنا على هذا الخيار confirm جيد وهنا شاهد term of condition الخاص بك تقوم بوضعها copy هنا pass وهنا اقوم باضافة and condition اضغط على publish confirm انشاء صفحة خاصة بنا term of condition اضغط على هذا الخيار تم عرضها شاهد الدقة الخاصة بها اقوم بنسخ ها copy جيد اين اعود لكي تظهر في الاسفل اخواني عند الضغط هنا في الاسفل على term of condition تظهر هنا نفس الطريقة سنتوجه الى layout وننزل الى الفوتر هنا link list اضغط هنا وهنا تبحث على term of condition تضغط هنا تستطيع اضافة term of condition past وهنا اضغط فقط اضيف condition هنا copy هنا اضيف and ctrl v هنا اعدلها فقط لكي تظهر جيد اضغط على save وهكذا بالنسبة اريد حذف خريط sit map اقوم بحذف ها جيد وهنا ايضا احذف هذا الشيء فقط about me لا تريد اظهر هنا ستقوم بحذف ها ومن الاحسن ان تقوم بحذف هذه الراوب وضع علامة الدياز اخواني لماذا لكي تنشئها فيما بعد ايضا هنا ساقوم بحذف هذا واضغط على علامة الدياز فيما بعد سانشئ الصفحات هنا ايضا ساقوم بحذف الهوم دحا كما هي لانه سيتوجه مباشرة للموقع الخاص بك والضغط على سعيد خطوة مهمة اخواني يجب عليك قيم بحذف كل هذه القضاج تقوم بالضغط هنا لكي يعمل الموقع الخاص بك remove يجب عليك حذف هذه كلها هنا ايضا remove لماذا ستظهر في الموقع يوجد مكان للإعلانات remove اوكي تقوم بحذفها كلها لكي لا يكون خلال في الموقع الخاص بك لانه التول هكذا تقوم بحذفها كلها remove all هنا ايضا remove هنا اوكي كما تشاهدون قمت بحذف كل هذه الخيارات اوكي ايضا ساحذف login هنا remove remove تستطيع حذفها او تركها كما هي فهي غير ظاهرة كل شيء جيد هنا فقط سأضيف مثلا ال logo هنا سنضع ال logo privacy maker ال header هنا لنغير ال logo سنقوم بحذف هذا ال logo هكذا تستطيع تحميل اي صورة من الموقع الخاص بك مثلا تريد اضافة اي logo مثلا سنضيف هذا الخيار جيد over here وال save سنشاهد انه سيتم تغييره هكذا سنعود الى view log شاهد اخواني سيظهر هنا post generator كل شيء جيد هنا لم يظهر هنا ال blog اخواني شاهد قسم ال blog سنستطيع اضافة فيه مقالات خاصة بصفحات تقوم بالتوجه الى google ونسخ المقالات وكتابة هنا لكن نسخ سيكون اخواني هنا سنقوم بحث most popular blog هنا فقط فيك ضغط على free generator online هنا تستطيع التعديل اي شيء تستطيع التعديل you can generator one click جيد هنا نحتاج ايضا هنا most popular تستطيع عدم اظهارها اخواني هنا الضغط على switch tools هنا تستطيع حف كل هذه جيد save cancel هنا تستطيع الضغط على هذه العلامة لكي لا تظهر هنا admin user هنا كل شيء جيد جيد هنا سنحذف هذه google arts هنا الاعلان اخواني top post arts هنا ستضع الاعلان خاص بك ايضا هنا اعلان ايضا تستطيع اضافة الاعلانات هنا سنضيف احد شركات هنا اين هي center about تستطيع هذه حذفها about لا نحتاج ها حذف او عدم اظهارها مباشرة والضغط على save ايضا هنا follow me حذفها لا نحتاج ها اضغط هنا والsave وهنا ايضا list الخاص هنا دح كما هي footer copyright سنقوم بالتغيير الى اسم الموقع الخاص بنا نقوم بنسخ الرابط الخاص بنا copy نعود الى هنا هنا اخواني هنا سنقوم بالضغط على actualization تشاهد ان كل هاته تم حذفها هنا فقط post recent سنقوم بالتعديل عليها فيما بعد هنا جيد سنضيف هنا your site نقوم بوضع your site blogger templates pin copyright your site من 30 باي هنا سنضع your site design باي سليع عدم اظهر ها save هنا نحتاج ها والضغط على actualization جيد هنا اخواني لكي تغير على هذه الوجهة admin message user تستطيع التوجه الى admin user هنا سنجد ها admin هنا هنا ستجه في admin وهنا تستطيع حذف اي شي هنا توليد عدم اظهار هذه تضغط على save وتنتهي من كل هذه الخيارات واصبح الموقع الخاص بك جاهد كما تشاهدون هنا most popular blog نقوم بتغيير ها هنا فقط لعدم اظهر اي شي تستطيع الضغط هنا واختيار هذه فهنا البروغ التي تظهر هنا تضغط على save ايضا هنا الخيارات تقوم بحث هذه تستطيع اضافة اي شي فيها قم بكتاب اي شي هنا world save تستطيع كتاب اي مقالة واضافتها هنا ستضغط على generator ستجد ان الموقع الخاص بك تم التعديل عليه one click بقي فقط هنا لكي تنزع هذه البوستات تضغط فقط هنا هنا في ايضا هنا علم هنا save ايضا هنا save وانتهى كل شيء اصبحت المدونة الخاصة بك جاهزة مئة بالمئة كما تشاهدون اي شخص يستطيع العمل فيها لكي نضيف اعلانات سنتوجه مثلا الى احد الشركات الاعلانية هنا هذه الشركة سنقوم بتشرب عليها سأترك لكم الرابط فهي شركة جيدة عند الضغط على ارن تستطيع اضافة احالة او create ads unity تضغط هنا نضع رابط المدونة الخاص بنا هذا هو ونقوم هنا شاهد الاعلانات فقط هنا كما تشاهدون ثمن لكن احذف هذا الخيار كما هو لكي لا تظهر الاعلانات الابعية وهنا شاهد لألف ظهور اثنان دولار وهو اكثر من adsense تضغط على هذا الخيار و create هنا سيقدم لك هذا الكود كما تشاهدون هذا هو الكود copy جيد الآن اعود الى المدونة الخاصة بي هنا في ads سنبحث عن الخيار ads هنا يوجد اعلان top ads اضغط هنا واخن بوضع الكود هنا هكذا ctrl v واضغط على save نعود الى المدونة اضغط على generator نشاهد اذا سيظهر الاعلان او لا سيظهر في مبات هنا your ads responsive سنبحث على هذا الاعلان هنا في اول layout ستجد ads هنا تستطيع الضغط على ads هنا وحذف هذه والضغط على past قم بوضع الاعلان في اي مكان تريده اضغط على احفظ من هنا اخواني جيد واضغط على generator سيظهر ال ads هنا كما تشاهدون ظهر الاعلان ايضا عند الضغط على هذا الخيار سيظهر الاعلان هنا واضغط top ads الذي وضعناه هنا ايضا ads ستطيع توجه الى اسفل هنا سنجد top ads وضعنا الاعلان هنا ايضا سنضيف هنا ctrl v وضغط على save جيد هنا اضفنا الاعلان وتستطيع create ads هنا اخواني او تفعيل هذا الخيار ايضا يوجد ads تضغط هنا وتقوم ب حذ كل هذه وضغط على الاعلان past وضغط على save تعلم على هذا الخيار لكي يظهر save نعود الى المدونة الخاصة بنا سنشاهد ان الاعلانات تظهر كما تشاهدون اعلانين اي شخص يضغط هنا او يقوم بالامل سيشاهد هنا your ads يوجد ايضا اعلان في الفوتر ستبحث عنه في الفوتر هنا الفوتر ستجد الاعلان تستطيع انشاء اعلان ads ايضا سأقوم بوضع الاعلان هنا لكي يظهر في الفوتر اسفل المدونة وضغط على save حفظ من هنا والعودة هنا اضغط على actualize جيد ظهر الاعلان اذا كانت adsense اعلانات adsense فستظهر لأي شخص هنا البلوغات الخاص بك ستقوم بوضع البلوغات الخاص بك هنا ستجد كتاب المقالات اي صفحة تعمل مئة بالمئة كما تشاهدون وهكذا انتهينا من الشرح ارجو ان تستفيدوا اخواني من هذا الشرح واي تساؤل ضعو في قناة وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات قادمة سنقوم بشرح سكريبتات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته